مشاهدي الكرام الحديث أكثر عن المشهد الانتخابي الآخذ بالتطور على وقع الأزمة السياسية ينضم إلينا عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل مرحبا بك دكتور إلى نشرتنا الرئيسة شكرا على تلبية دعوة الحوار في البداية أريد أن أستعلم منك حول قضية في بيان المفوضية بيان المفوضية تحدث عن رد طعون ما يقرب من 1436 وطبعا إلى الهيئة القضائية الهيئة القضائية ردت منها 1425 المفوضية بعدين رجع بالبيان مالتها تقول أنه إحنا عدنا 21 قرار نقضته الهيئة القضائية 15 منها يتضمن إعادة العدو الفرز وستة يتضمن إلغاء بعض مراكز الاقتراع أكفة جدلية هاي الألف واربعمية وستة وثلاثين هي كلها طعون وهاي الواحد وعشرين قرار اللي نقضت هي خاصة شنو؟ ضمن الألف واربعمية وستة وثلاثين لو شنو؟ لأنه حقيقة مسألة كل شيء تدوخ لا لا إن شاء الله مراحة تدوخ مشاهد خير عليك وعلى مشاهديك الكرام في الحقيقة أنطيك تفاصيل عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع مهم جدا والمفروض المشاهد يكون عند الطلاع عليه المجموعة الطعون اللي قدمت من قبل الأخوة المرشحين هي ألف واربعمية وستة وثلاثين طعن جيد نظرت بها المفوضية وأيضا حققت إذا تتذكر بقسم من عدها قبلت سبعة وستين طعن في وقتها وتم التحقيق بمحطاتها وأعلمنا النتائج وفي وقتها كانت النتائج مطابقة للعدل الفرزي اليدوي والإيكتروني ما عدا هناك أصوات قليلة لم تؤثر بالنسبة في الحقيقة وبذلك صرحنا في وقتها أن هذه النتائج لا تؤثر بنتائج العدل الفرز وبذلك لما وصلت هذه الطعون للهيئة القضائية نظرت بها الهيئة القضائية وعند اكتمال النظر بهذه الطعون ردت إلى المفوضية وكانت نتائج القرارات ما يلي أولا ألف وثلاثمية ألف واربعمية واخمسة عشر طعن نعم تم المصادقة على قرارات المفوضية التي أوصت بردها أو القرارات التي اتخذتها أثناء عملية العدل الفرز للطعون البالغ عددها سبعة ستين طعن طيب وبذلك بقي من الطعون واحد وعشرين طعن تم نقضها من الهيئة القضائية ستة منها نقض افتراضي هذا النقض طبعا لأن أثر بالنتائج وغير النتائج وهناك فائزين أصبحوا خاسرين وخاسرين فائزين الهيئة القضائية بهذه الطعون الستة ارتأت قانونا أن تلغي محطات ومراكز الاختراع مما أدى إلى اختلاف بالنتائج وأدت إلى صعود ونزول هذه قرارات خاصة بالهيئة القضائية إن كانت هناك استفسارات أو أسئلة فتجيب علينا لهي القضاء زين دكتور أنا يعني اللي أفهم من عندك وعذرا على المقاطعة اللي أفهم من عندك بأنه القرارات من المجلس المفوضين اتخذت على الـ 1436 وهذه يعني 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 مو الـ 1436 طعن مقدمة من المرشحين للقضاء رأسا لا هي عن طريقكم أنتوا اللي رفعتوها للقضاء نعم المفوضية ما قررت أوصت يعني أوصت برد القرار نعم أو رفقت نتائج العدو الفرز وبذلك الهيئة القضائية نقضت ما أوصت به المفوضية فلذلك هناك 15 طعن الآن طلبت الهيئة القضائية بالتحقيق بالمحطات اللي اتضمنتها هذه الطعون وين بيام محافظات أنتم من محافظة محافظة ذيقار 389 محطة محافظة نينوى 271 محطة المثنى 31 محطة النجف 49 محطة بغداد 184 محطة وأغلب هذه المحطات من جانب الكر وبذلك المفوضية الآن ملزمة بهذه القرارات وستبدأ من يوم غد بعد وفرز هذه المحطات بعد أن جهزت طبعا مركز العاد واللجان الفنية موجودة وجاهزة للعمل ستبدأ بالعمل وأول محافظة راح تكون هي محافظة ذيقار لعد محطاتها وأيضا إعلان نتائجها وكتابة محاضر بها وإرفاقها بالطعون وإرسالها للهيئة القضائية أعتقد أن المفوضية ستنجز عملها بالنسبة لهذه المحطات في غضون الأيام القليلة المقبلة وبعد أن يتم إنجاز عمليات العاد والفرز سترسل النتائج للهيئة القضائية مع الطعون التي تم نقضها إذن أجد ترحيب بك دكتور عماد وأهلا بك بنشرتنا الرئيسة دكتور عماد يعني بعض الكتل تحمل اليوم مسؤولية ما يحدث من ربكة بإعلان النتائج تحمل المفوضية مسؤولية ذلك كيف ترد المفوضية على هذا؟ وبالفعل من يتحمل المسؤولية اليوم؟ المفوضية دائماً إحنا وضحنا أختي العزيزة بالنسبة لإعلان النتائج إحنا أعلناها ضمن قانون المقابل فهمها أنه هناك إرباك لأن القانون ألزمنا بإعلان النتائج الإلكترونية للمحطات التي وصلت إلكترونية لنتائجها وبعد ذلك أعلننا المحطات التي تم عدها وفرزها داخل المحطات وهذا ضمن القانون طلباً من المفوضية أن يتم عد وفرز محطات بكل مركز اقتراع محطة والبالغ عددها 8960 وبعدين عدنا محطات بها خلال فني 3681 تم عدها وفرزها أو إرسال نتائجها وبعد ذلك أعلننا النتائج بالشكل التام هسنا ما عدنا مشكلة المحصلة الأخيرة أنه النتائج تم إعلانها بالشكل كامل هذه مسألة النتائج المسائل الأخرى التي تأخذ عليها المفوضية التي هي مثلاً تأخير أسرطة المحطات أو ما أعلن من تقاطع البصمات هذه قضايا فنية في الحقيقة وتم معالجتها في تقديم الطعون للمرحلة الأولى عندما عدت المفوضية وفرزت 4324 محطة وكانت النتائج معلنة للعيان وتمت مراقبتها من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين وحضور الأمم المتحدة وأيضاً المراقبة المحلية كل عمل المفوضية لا يتم بإنجازة مفردة بل مع الشركاء نحن نريد أن نستثمر فرصة وجودك إذا جاز لي أن أقول أبشع استثمار هناك من يقول إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغيير جذري في نتائج الانتخابات بعدني ما خلصت وتقول هذه الأطراف أيضاً أن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة كما ألغت ما يقرب من 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة ما يعني أن 10000 محطة ستلغى وهو رقم سيشكل نسبة 18% من مجموعة المحطات بالعراق شنو ردك على هذا الكلام دكتور؟ بدون ما أقول من اللي يصرح وما أريد أعرف وما أريد أقول من عندك لا لا أنا هذا العزيزي أنا هذا الموضوع ما أدخل بقضايا بس أنا أحشي لك وجهة نظر فنية يعني أنا لما عندي 3781 تصويت مكرر اللي هو تقاطع البصمة زين؟ هذولا شون تقاطع؟ لأن كل سنين عائدات الشخص مثلا إذن مجموع المحطات 1800 محطة أنا ليش ألغي 4000 محطة؟ منين جبت هاي الأربعة ألاف؟ هنو كل هنو اللي صار بيهن تكرار يعني إذا على حساب الأصوات اللي نقول ومتوزعات بكل المحطات مثلا كل محطة بيها تصويتين يعني هسا إذا محطة بيها تصويتين مكرر يعني هل من المعقول أنا ألغي 250 صوت صحيح لمرشحين عدة؟ فهذا المنطق يعني منطق المفوضية أنه تقول الذول ينحالون للقضاء والقضاء هو يقرر ويحقق معهم ويعاقبهم ضمن القانون أما أنه أنا ألغي 248 صوت من مجموع 250 هذه المفوضية ما تخذتها بإجراءاتها هذه قرارات القضاء القضاء هو اللي إلى وجهة نظرة القانونية اللي اتخذ بهذا الإجراء هاي مسألة إذن ما عدنا أربعة آلاف محطة كلين هنا ألف وثمانمية مثلا إذا نريد نقول يعني المحطة بيها تصويتين فقط بينما هو الحصر في محطات معينة وليس كل المحطات هذه مسألة المسألة الأخرى بالنسبة للأجهزة اللي تأخرت نتائجها فنيا شرحناها قلنا هذه الأجهزة تلحق بجهاز التحقق اللي هو بيه السجل الناخبين ومن خلالها تدخل البطاقة الإلكترونية وباركود ورقة الاقتراع هو الذي يمنح الإعاز لجهاز البيكوز حتى يستقبل الورقة هذه الأجهزة كلها توقفت الساعة 6 بذلك توقف عملية التصويت ولم تدخل أي ورقة اقتراع بعد الساعة 6 وبشهادة كل المراقبين الموجود والبالغ عددهم 495 ألف مراقب موزعين للمحطات وبذلك وإن تأخر هذا الشريط فهذا تأخر لأن الأخوان الموظفين وزعوا التقارير النتائج أو نلسوا أنه ينهون عملية التصويت به أو كذا إذن العملية فنية وتم إعلانها ومعالجتها حتى أن هذه المحطات تم جلبها إلى مركز العدو الفرز وتم التحقيق بها ووجدت النتائج مطابقة ولا توجد هناك أي عمليات تلاعب سيد عماد أنتم الآن تعيدون العدو الفرز بشكل جزئي لكن السيد مقتدأ الصدر تحدث وحذر من أمس من ضغوط يعني برأيك ما طبيعة هذه الضغوط التي يتحدث عنها السيد الصدر وما الذي يقصده على من ومن من ستكون هذه الضغوط في الحقيقة المفوضية أجرت عملها على كامل وجه دون أن تتعرض إلى تهديد أو ضغط داخلي أو خارجي إلى حين إرسال المطعون إلى الهيئة القضائية والآن ما يدار الآن في الحقيقة هي قرارات الهيئة القضائية والمفوضية ملتزمة بقرارات الهيئة القضائية لأن قرارات الهيئة القضائية ضمن المادة 19 و20 من قانون المفوضية أنها ملزمة وبادتة وبذلك على المقدمين الطعون والمفوضية الالتزام بنتائجها طيب وهذا ما يتم الآن حضرتك أنت لو تعرفون اليوم إحنا عادين ما يقارب راح يصير وراء ويهي هذه المحطات ما يقارب 18 18 ألف محطة وبذلك إحنا جاوزنا نسبة 27% من العد اليدوي زين دكتور يعني ولو أسئلتي كثير صارت عليك بس هي كلها استفهامات واستعلامات لا أخذ راحتك بالعاكس أنت قلت دكتور بأنه جهاز تسريع النتائج ما أخذ أي تصويت بعد الساعة السادسة وأن الأوقات اللي شفناها وانتشرت أكيد على مواقع التواصل الاجتماع هي بسبب خلل بالموظف هو تأخر يسحب أو يطلب هذا الشريط زين ليش نتائج بابل أغلقت أغلقت ليش المحطات بمحافظة بابل تم إلغاءها من القضاء والقضاء قال بسبب تأخر المحطات هذا هم يروني للتساعد هذه وجهة نظر قانونية إراها القضاء هذه وجهة نظر القضاء الحقيقة لا أكثر أتدفل بها نهائية أنت الآن تقول لي بأنه الخلل هو خلل موظف تأخر بأنه يطلب الشيتات من الجهاز إذن إذا خل الموظف وأنا ما أخذ الجهاز أو الصندوق أي صوت شون القضاء يؤمر بإلغاء النتائج بالمحطة لا عزيزي وليش بسبب بابل لا نركز على الموظف يلا عوفك من الموظف وأنه هناك يصير خلل فني أو كذا نعم إحنا وجهة نظرنا الفنية شرحت لك إياها ووضحت لك إياها والتزمة المفوضية وإحنا عدنا أدلة أنه أجهزة التحقق هي والأشرطة موجودة أشرطة التحقق أنه أنهت عمليات التصويت الساعة السادسة لكن القضاء يرى أنه اعتمد على الأشرطة وقال له الفصل ونحن نحترم رأي القضاء وهذا ما أخذ به وفي الحقيقة ممكن أنه إذا تريد تفاصيل ممكن أنه هي القضاء هي التي توضح في هذا الأمر شكرا جزيلا إليك الدكتور عماد جميل عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات على هذا الحديث اشتركوا في القناة